شريف محمد حبيب الباحث الإسلامي أهلا بك جبا أهلا بك حضرتك جبا الأول العيز أعرف مفهوم الفتن والملاحم من نسبة حضرتك الفتن والملاحم ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وكان متخصص فيها حزيفة بن اليمان كان تخصصه مع رسول الله ومع حديث رسول الله هو علم الفتن والملاحم وتعلم حزيفة بن اليمان كل الفتن والملاحم في نهاية الزمان وللتثبيت العلمي قال حزيفة بن اليمان سألت النبي صلى الله عليه وسلم في كل الفتن والملاحم ما عدا ما يخرج أهل المدينة المنورة منها سيدنا حزيفة بن اليمان ذكر كل واقع الفتن والملاحم في نهاية الزمان إلا شيء واحد مسبت في الحديث الصحيح أن حزيفة بن اليمان لا يعرف من يخرج أهل المدينة المنورة منها نعم ونحن بدأنا الآن في نهايات الزمان في البدايات نهاية الزمان عندما نقول بدايات نهاية الزمان هناك حديث صحيح يدلل على أن هناك يبقى سبعون عاما النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح وإن يقوم لهم دينهم يقوم لهم سبعون عاما فعندما نتحدث عن بدايات نهاية الزمان ليس كما يقول كثير من الناس سنة 2018 و2019 ما فيش الكلام ده لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الدجال يبعث على رأس القرن نعم وعندما يبعث الدجال على رأس القرن في زمانه المهدي الأخير ومن الفتن والملاحم هناك إثبات دامغ أنه ليس مهدي واحد ولكن يا فنس رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الساعة قال ألموها عند ربي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحاديث مثال لإبراز المعنى وتوضع نعم نعم يعني حضرك تفهم قصدي أن أنا أصد حاجة حضرك بتحدث سبعين عاما وربما يعني حضركت صحيح حضركت صحيح من بدء ظهور تلك الفتن التي تم تحددها أيوة صحيح الكلام أيوة إذن وكأننا حددنا موعد الساعة منذ اليوم لا ليس الساعة الساعة شيء آخر الساعة وضحت جالية في صورة النازعات في صورة النازعات اللهم صلى على رسول الله فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما منطقة وأثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها هذا الموضوع شيء وموضوع موعد الساعة شيء آخر القرآن الكريم تحدث أن الساعة لا يعلمها رسول ولا يعلمها أحد والآية اللي حضرك تحدثت عنها تشبيت غالك لا حضرك قلت يوم يرونها هي آية بتفصل أو بتوصف لحظة اللي بيرى فيه الإنسان يوم القيامة إنما إحنا بنتكلم دلوقتي في الفترة التحديد للفترة الزمنية اللي هي ما قبل يوم اليوم أيوة فتن وملاحم معلومة الزمان معلومة المكان لابد من تحذير الأمة الإسلامية بأين يتجهوا في هذه الفتن نعم مثال صحيح مسلم 20896 كيف أنتم إذا منعت العراق كفزها ودينارها وكيف أنتم إذا منعت الشام مديها ودينارها وكيف أنتم إذا منعت مصر أردبها ودينارها وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم وأشهد على هذا الحديث لحم أبو هريرة ودمه الحديث فيه بعض الكلمات المبهمة لابد من نشرحها إيه منعت العراق كفزها ودينارها ما معنى منعت وما معنى كلمة قفز منعت أي حوصرة اقتصاديا وأصبح خيرها ليس لأهلها فكل من أي رسول الله على نفس الصياق بعد صفحة على طول من حديث صحيح مسلم يشرح هذا الحديث قال من قبل العجم وحدث ذلك بالفهل بالفهل عند احتلال العراق تمام اليمن لم توقع في مجلس الأمن على أن محاصرة العراق لو كانت وقعت اليمن لكان ذلك ليس في زمننا العجم ما دون العرب ثم حدث في الشام تمنع مديها المدي والقفز هم كيال الغلاء كما في اللرداب بالفهل عند قبل العراق ترجمة نانسي قنقر